بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم فرماسي قيت اليوم حبيتنا ندرع على المنتوكس كمبريمي 250 على خطر فيه بزاك مغارطات ولكين ان فان يسراج استعمال خاطئ لها الدواء ماللزمو للأسف دونك وهذا الفيديو درتها على خطر كين واحد السؤال طرحته لي واحد الأخت ومدابيا نأخذ يعني الكاتحة سبيسيالما يعني الحالة تاحا على وجه الخصوص بريميرما نحكو على هذا الدودان هادية الصغيرة اللي يتراوح طول تاحا أبا براي 1 سنتيمتر واحد سنتيمتر وهي كيف نعرفوها تسبب حكايا ليلية تحك في الليل كنت درت فيديو على فليفرمال على المنتوكسيرو ودوكا ندير المنتوكس كمبريمي كيفية الاستعمال طريقة سهلة جدا هي تحلو الباطاة تلقى فيها تلتحبات تلتحبات هذه مخدومة بالعاني تلتحبات فليفرمال على بنا بني شربوه ان كمبريمي نهار اللول وعلى 15 في العشرين يوم المنتوكس لا لا المنتوكس تروا كمبريمي أعلاف و نعاود تروا كمبريمي أعلاف و ثلاثة على ضربة أوكي يعني تلتحبات في في آن واحد في آن واحد كيكون الإنسان تحت 75 كيلو 75 كيوزن الإنسان تحت يعني البالغ تحت 75 كيلو يشرب تلتحبات في آن واحد على الفوة دون بلي نفهم كيكون 75 الفوق كيما هذا الشخص هذا يسألني الأخت هادية 75 ودار ديري سيديف بزاف يعني تكرر لها الأمر هذا يقول لها تشرب ربعة على خطرة ربعة حبات جدي بيان 4 كمبريمي على الفوة بسكو هي توزن 75 كيلو دونك تشرب ربعة حبات اليوم ونقولوا غدوا إن شاء الله على الفلق اجنت ما الأفضل وتريع 20 يوم مشيخ 15 الخاطر لنوفل زيتود يعني الأبحاث الجديدة تقول لازم نخليه 20 يوم مشيخ 15 يوم 20 يوم أفضل مش نحكمو دورت حيات هاللوكزيروس تشرب إن شاء الله ربعة أحبات على الفلق تسن عشرين يوم وتعاود تشرب ربعة على الفلق هذا هو ثلاث ممتاحة كي تكون شخص يكون تحت 75 كيلو يشرب ثلاثة حبات صباح غدوا إن شاء الله صباح ويزيد رياع عشرين يوم ويعاود يشرب بعد مورو عشرين يوم ثلاثة حبات على الفلق وهذا هو دواء هذا ما كان هذا ما كان بالطبع كان ملاحظة هذا الدواء يصلح لفمانسانت يعني المرأة الحامل يصلح لمرأة الحامل تقدر تشرب وثانيك بعض النصائح العامة يقولون لهذا المريض خطره في دي غي سيجيف يقول يبراو يعاودي مرد يعاودي مرد كان خلل كما الأخت هذي سقساتني باين خالل كان في تعاطي الدواء على خطر هي الله وعلم كان تشرب حبابرك وعلى خمستاش يوم تعود حباب سي جراف يعني هذا الإنسان هذا نصح بالابوزولوجي ربي يهديه سي جراف يعني خطأ فادح بالنسبة للإنسان بارك يخدم في الصيدلية أو لا سي خطأ يعني فادح لا دكور المهم وبالتال على بيهام براتش دونك بصح كين دي ريسي دي بوحد أخرين يعني دي روشوت يعني يبرى الإنسان يعود يمرض أعلاش راجع ليجيان يعني نقع ما هوش الكاتا الأخت هذه على كل حال ولكن جنرال يعني بصفة عامة نقع وش نقول ما زمش الإنسان يكون عنده أظافر وتاني حتى يمس على خطر الحكة الليلية إنسان ما يقدرش يتحكم فيها ولا قد هو يحك وبالتالي يلسق هذو هذو اللي برازيت في في دفرته ولا البيض تحهم وش يدير من بعد من بعد يرح يأكل وإنسان يمس أي حاجة سواء معا أو بأس تعباب أو أي حاجة سواء وإنسان داخلية ويغسلها بالمسخون ويزنفكته يشد قطعة قومة فيها 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 المولود جعفال ويمسح بها الأماكن يمسهم الأيدي بزاف بصفة عامة هذه هي لذلك يجب أن يأتي قبل أن يقول الأم تانيك اللي تكون طيب في دارها تغسر يديها مليح بالماء والصابون السابون السائل قبل أن تطيب لأولادها قبل أن تنصدم معها وهذا يعني هذه هي نصيحها في الأخير لا تنسوش إن شاء الله تكون عجبتكم في الفيديو لا تنسوش سبسكرايب وإلى اللقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته